على حفة الهوية الاقتصادية يقف العراق متأرجحا بالأزمات التي تعصف به شالل سياسي وأزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط والحراك الشعبي المناهض للعملية السياسية هذه المعطيات تقرب العراق من دوامة كارثة مالية لا يجد المسؤولون حيالها سوى اللجوء إلى تدابرة قشفية تلقي بثقالها على كاهل المواطنين تقارير دولية عدة حذرت من انهيار اقتصادي يهدد العراق ورغم ذلك يبدي المسؤولون في الحكومة تفاؤلا لا تفسره إلا حالة الإنكار والانفصال عن الواقع التي يمر بها هؤلاء وكالة فرانس بريس قالت إن انهيار النفط سيكلف العراق المنهك ثلثي دخله الصافي في العام الحالي حيث انخفضت أسعار خام برينت إلى 26 دولارا للبرميل الواحد وهو المستوى الأدنى منذ العام 2003 في أعقاب تضرر الطلب العالمي على النفط بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وحرب الأسعار بين المنتجين الرئيسيين وكالة الطاقة الدولية تقول إن العراق الذي تشكل عائدات النفط أكثر من 90% من إيراداته سيواجه ضغوطا اقتصادية هائلة وخصوصا في ظل أثار أزمة كورونا والشلل السياسي وعدم قدرة البلد على تحمل العبء الاقتصادي الهائل الذي تفرضه أزمة أسعار النفط ومع هذا التراجع سينخفض صاف دخل العراق بنسبة 65% في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي مسببا عجزا شهريا قدره أربعة مليارات دولار مخصصة فقط لدفع الرواتب والحفاظ على استمرارية عمل الحكومة ويتوقع خبراء عدم قدرة الحكومة في القريب العاجل على دفع الرواتب ومواصلة استراد المواد الغذائية فضلا عن مشاريع التنمية وإعادة إعمار المناطق المدمرة والتي ما زالت أساسا تعاني من التهميش وتفتقر إلى أدنى مقومات البنية التحتية ترجمة نانسي قنقر